كتلة اهل الهمة شباب يبني وطن ينهض بس بدها تطلع اه اي مادة بده يصير لها فلتريشن نحكي انه لهاي المادة في الها كليرونس هسا بنيجي عليهم واحدة واحدة بس خلينا اول شي نراجع الرسمات وهيك حتى نتذكر الاشياء اللي اخدناها هنحكيانا انه بيكون في عندي خلينا بس احط القلم هنحكيانا انه بيجي عندي الدم من القلب بينزل على الكيدني عن طريق الرينال ارتري وحكيانا انه بيضله من الرينال ارتري في مصار الدم بيضله مااشيلا احدما يوصل عندي هكيانا من هنفي الكبير هنفي القلب لهادما يوصل عندي الارتريولوي ganzenجмент اللي هي الشعيرات الكبية وهون بده يصير في عندي فلتريشن فايش اللي بيصير عندي؟ بيصير عندي فلتريشن للمواد اللي حكناها معادة للبلازمة معادة البروتينات والبلوتسلز والبليتلتس اللي حكناها هذول ما بترشحوا ما بيصير لهم فلتريشن فالمواد اللي بتطلع هون عندي بيطلع عندي مية وخمس وعشرين ميل بدون بروتينات تمام؟ والخمسمية وخمس وعشرين ميل الباقيات بيطلع من الكلوميريو الاركبيلري بيطلعوا عن طريق افيرنت ارتريول بعد هيكا بينزلوا بالتيبيول بنزلوا 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 لحد ما يوصلوا عندي البروتيبيول اركبيلري بعد هيكا بيوصلوا عندي على الفين وفي اشي بيروح عندي الكوليكتنج الكوليكتنج داكت اللي هو من هون بنزل عندي على القناة الجامعة وبتخلص منها من الشغلاتها يا سأثناء الطريق اثناء الطريق ليوصل عندي الكوليكتنج داكت ويتكون عندي اليورن رح يصير في عندي لكمية البلازمة اللي هي هاي 125 مل و 525 مل كمان برضو عمليات رح يصير في عندي ري أبزوربشن ري أبزوربشن يعني أنا برجع المواد من التيوبيولر من هون برجعها وين على الدم على البلد وسيكريشن لبعض مواد بيكون عندي من الدم أو من البلد بروحوا وين على الدم اللي ترشح هون بيكون له هيك سيكريشن وهيك لهون ري أبزوربشن تمام طبعا هون رح يصير في عندي بريتيبيولر كابيلري وراح يصير في عندي برضو إكسشينج للمواد ويمكن يصير في عندي فلتريشن ري أبزوربشن وسيكريشن تمام فأنا عندي في فرصتين ليصير في عندي إكسشينج للمواد طيب حكينا أنه في عندي أكثر من قوة أو يعني أكثر من عامل بيأدي لعملية الفلتريشن أو بيساهم في عملية الفلتريشن وهذولا كانوا عبارة عن قوة او ناتج من الضغط تاع الدم على الممبرين اللي بيعمل او الفلتريشن ممبرين خلينا نحكي الصورة المفروض انها تكون تمام شكلها بالمحاضرة الثاني هون زي ما انتم شايفين بنزل عندي الضغط تقريبا بيكون في الكلوميريو الكابيلاري هون ستين او خمسة وخمشين زي ما هو مذكور عندكم في السلايدات طيب اه هي نفس الرسمة الضغط بيكون هون ستين او خمسة وخمسين بيكون باتجاه الفلتريشن يعني باتجاه اللي هو راح يروح من هون لهون تمام اه وفي هون حكينا في عندي كولويد اوزماتيك براشر اللي هو الضغط الناتج عن البروتينات اللي بتكون موجودة في الدم او في البلازمة اه بيكون اتجاهها معاكس لاتجاه الفلتريشن لهيك وتقريبا بيكون اثنين وثلاثين وحكينا ان راح يكون في عندي هون في المنطقة هاي برضو بلد براشر اه سميناه بالبي بي اس وفيها لهم اسامة في السلايدات عندكم اللي هو في بومانس كابسول بيكون ثمنطاش وبيكون برضو معاكس للفلتريشن يعني بيكون بيأثر هيك فصار في عندي قوتين هيك وقوة هيك بس القوة الكبيرة مين اللي هي هاي ستين فلما اجي طلع النت فورش بيطلع عني تقريبا عشرة هي النت براشر هون حكينا انه ما بيكون في عندي كولويد اوزمتك براشر لانه الفلود اللي بيترشح ما بيكون في بروتينات وبالتالي ما في كولويد اوزمتك براشر تساوي صفر فانا عندي فور فورسز اه حكينا انه اذا نزل الضغط عندي بمقدار عشرة يعني انا كل راس مالي عشرة اذا نزل الضغط عشرة خلص ما ما رح يشير في فلتريشن رح يكون في عندي مشكلة طبعا حكينا انه الجي اف ار هو تساوي مية وخمسة وعشرين ابتوقع انه نهون يعني منكون راجعنا الشغلات الرئيسية لازم نحكي عنها ان شاء الله المحاضر هاي منخلصها على السريع الحكينا عنه انه زي ماي حكي تلكم المادة اللي بتطلع اه من نبلازما او بسليرة فلتريشن نحكي انه صار في اله كليرنز وحكينا لما بدنا نقيس الكليرنز ربطناه في الجي اف ار يعني انا بدي اعرف الجي اف ار هل هو اه بالوضع الطبيعي ولا مش بالوضع الطبيعي بدي اقيسه حكينا انه في معادلة ما بعرف اذا الدكتور رح يجيب لكم عليها بس احفظوها اه لانه يمكن يجيب لكم عليها ما بتعرض ما توقع يجيبوا حسبات يعني ما عمرهم جابوا حسبات بس المعادلة حتى تكونوا عارفين لأنه لما أقيس الجي أف آر بدي أكون عارف تركيز اليورين وتركيز تركيز الله مصلاح سيدنا محمد تركيز المادة هاي اللي بتكون في البلازمة والبلود فلو أو البلازمة فلو زي ما حكينا في المحاضرة الماضية حكينا أكثر مادتين اللي هم الإنيولين والأيوثالميتك والمادة الثالثة اللي هي تعتبر المادة الرئيسية في قياس الجي أف آر لأنه ممكن حكينا الناس يتحسسوا من هذول المادتين بيجي بقولولهم نسبة الكرياتينين في الدم أو سي أر إيش اللي بيصير هاي المادة فريلي فلترد نوت أبزورب ونوت سيكريتد ليش لأنه حكينا إذا ما يتذكرين القواعد اللخصناها آخر إشي إنه المادة اللي بيصير لها فلتريشن وما بيصير لها وما بيصير لها وقت هالجي أف آر بيساوي الكليرونس فأنا إذا أنا بدي أعرف الكليرونس تاع المادة هاي بقدر أعرف أف آر طبيعي ولا لا آآ طبعا هاي المعادلة المطلوبة منكم أو كيف مثلا مثل عليها أحط أمثلة من عنده وترد يعني إنه مثلا واحد ميلي جرام قسمها على مية طلع عندي البيل الانيولين وهنا برضو نفس الإشي طلع اليورين فلوريت وحسب بالآخر الجي أف آر قداش بطلع تقريبا مية وخمس وعشرين والمعادلة كلها أصلا تعويض مباشر وهاي يعني معلومات بيكون معطيكم إياها في السؤال إذا جاب لكم إياها ما بيكون في لعب يعني في الموضوع آآ هون برضو نفس الإشي إذا كمان في شغلات يمكن ما حكناها هاي تقريبا نفس المعلومات اللي حكناها اللي فريلي فلترد نتري أبزوربت كومبليتلي إكسي كريتد ليش هون الكليرانس بيساوي الرينا البلازمة فلو بيحكي لك إنه منقدر نتخيل إنه البلازمة لما بدها تفقد مادة بشكل كامل يعني يصير لها فلتريشن وما يصير لها ري أبزوربشن وممكن كمان إيك يصير لها إكسي كريشن آآ سيكريشن وتطلع كامل يعني المادة اللي صار لها فلتريشن تطلع كاملة من الدم أو من الكيدني هاي بتكون إيش بيقولك معناها إنه كل اللي بلازمة عبرت من خلال هاي المنطقة وصار لها فلتريشن زي ما حكينا وبالتالي بقدر أحسب حجمها من خلال كمية المادة اللي فقدتها بشكل كامل ولقناها باليورين يعني باجي بعمل فحص لليورين بشوف المادة هاي بشوف قداش كميتها بقدر أعرف الكليرانس بقدر أعرف إنه بساوي الرينال بلازمة فلو في السلايدي هاي بيبين لكم يعني مادة ثانية اسمها البارا أمينو هيبريك أو هيبريك أسد هو نوع من أنواع الأحماض بيحكي لكم إنه هون بروا تقريبا إحنا المادة هاي بيستر لها يعني فلتريشن فريلي فلترد أنت سيكريتد أنت سيكريتد أنت سيكريتد كمبليتلي كلير يعني بيستر لها إكسيكريشن عن طريق الرينا عن طريق اليورين من الرينال بلازمة بحكي لكم إنه هون تقريبا إحنا منعتبرها بتساوي الرينال فلو زي الإشي اللي حكيناه هون يعني هو بيعرضوا لكم هون المواد اللي لما تيجي بدك تحسب إلها بتساوي أو بتساوي الرينال بلازمة فلو زي ما حكينا هون عن مادة أو عن الكرياتينين أو عن زي ما أنتوا شايفين هون يساوي يعني المادة اللي بيستر لها فلتريشن هي نفس هالمادة اللي بيطلع من اليورين فالمادة هاي والحمض هذا إيش اللي بيسير له بيجي؟ بدك تعرف تحسب له إنه بدك تعرف قداش 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 بفوت منه على الكيدني فبتيجي بتحسب الرينال بلازمة بتضربه في تركيز الحمض هاض جوه البلازمة تمام؟ ثاني خطوة بتسويها هناك تحسب منحكي إنه الكمية هاي اللي دخلت تقريبا مساوية للكمية اللي بتخرجه ليش؟ بيحكي لكم هون إنه تقريبا تسعين من التسعين بالمية هي الجزء اللي بيسير لها أو الجزء تسعين بالمية من المادة هاي وبيطلع عن طريق بيسير لأكسيكريشن وبيضل العشرة بالمية عشان ليك إحنا تقريبا بنعتبر إنهم هما متساويات أو بتساوي الرينال بلازمة فلو بيحكي لك هون إنه الرينال بلازمة فلو برضو بيساوي للكليرانس لهذا الحمض وهونا تقريبا في شوية أنه بيحكي لك إنه قداش كيف دك تحسبه أو القانون يعني المادة اللي بيصير لها عادة امتصاص هي كمية المادة اللي بيصير لها فلترا ناقص كمية بيطلع معك قداش أنت أو قداش الكدني عملت آآ آآ اللهم سعى سيدنا محمد آآ كونس آآ قداش الكدني أو خلينا نعيد حتى أنا يعني شكل نسيت شو كنت أحكي إنه كنت أحكي إنه بدا بدي أعرف قداش صار في عندي بالكدني بنقص كمية المادة اللي صار لها من المادة اللي طلعت من اليورين وهيك بيطلع معي قداش الكدني أعادة امتصاص للدم يعني المواد اللي بيصير لها من هون لهون تمام من الهون من الجهة اللي بتطلع على اليورين قداش صار لها عادة امتصاص للبلد أو شو في عندي مواد بيحكي لكم هون إنه إذا كتحسب الفلتراشن شو بيساوي الفلتراشن لأي سبستنس بيساوي الجي أف آر ضرب الكنسنتراشن لهذا السبستنس في البلازما تمام وهنا المادة نفسها الإكسيكريشن للسبستنس أو وتيفر يعني المادة أي مادة بدك هيها هي تركيزها في اليورين ضرب الفلو أو البلازما اللي بيكون عندي في اليورين تمام وبرضه هنا قانون ثاني إذا بدك تحسب السيكريشن قديس صار في عندي سيكريشن من البلد ل من البلد للتيوبيولر أو للمنطقة اللي بتطلع عندي عالكوليكتين و بتعمل عندي ديورين بيحكي لك إذا بدك تحسب الفلتراشن لأي سبستنس نفس القانون اللي فوق الجي أف آر بتضربه في تركيز هاي المادة في البلازما يعني اللي هون بيكون تقريبا عندي العادة 125 إحنا عارفين بيطل عندي إنني أكون عارف إيش تركيز المادة هاي آآآآآآم لبعض المواد. طبعا هذا القانون حسنا عارفينه انه اذا كان عندي كمبليت لكلير فهي بتساوي الرينا البلازما فلو. كان قانون ثاني تعلنه بساوي الجي اف ار. الكليرانس بساوي الجي اف ار زي الكريوتينين. انا بحكي لكم انه كل مادة قداش تاعتها. الانيولين تقريبا بمساوي للجي اف ار. مية وخمسة وعشرين. الحمض اللي حكينا انه تقريبا الكليرانس تاعة وستمية. وهو بحكي لك تقريبا مساوي للبلازما فلو. يعني حوالين البلازما فلو. اما الجلوكوز اه بصير له ري ابزوبشن يعني ما يعني ما بيطلع هذا يعني ما بصير له فلتريشن. او اذا صار له فلتريشن بصير اله ري ابزوربشن برجع على الدم لانه انا بدي اياه ما بدي اطلعه والصوديوم برضو نفس الاشي بوينت ناين اه بقول لك انه جزء منه بصير الاكسكريشن بس مش كله بصير له ري ابزورشن يعني احتمال انه يطلع جزء منه. واليوريا طبعا هاي اه لازم اه تطلع فزي ما انتم شايفين بحكي لكم بحكي لكم انه مش كلها بتطلع بس بالغالب انه يعني بتطلع جزء منها لانه زي ما حكينا مش عارف اذا ذكرت لكم انه اليوريا اذا تراكمت بتسوي عندي مشاكل في الدم واذا اطلعت على الدماغ بتعمل عندي دمج في البراين اه وهانا بعطيكم مثال اذا كان عندي الكليرونس لمادة اقل من الكليرونس للانيولين ها ظه بعطيك انديكاشن انو في المادة هاي بيسر لها ري ابزوربشن واذا كان الكليرونس لهاي المادة اكبر من الكليرونس تاع الانيولين بعطيك انديكاشن انو المادة هاي صارى لها سكريشن. اه هون زي ما حكي لكم اخذوا الكليرانس واخذوا الانيولن كمرجع لانه بيساوي الجي اف ار زي ما حكينا في المحاضرة اللي قبل وهنا برضو نفس الاشي اام بحكي لكم انه الكليرانس تاع السي ار او السي كريتينين تقريبا بيساوي مية واربعين وبستخدموه لا يشوفو او يقيسوا الجي اف ار وهي المادة اللي هي الحمض اللي حكينا عنه شوفي لكم تقريبا المساوية للفكتف رينا البلازما فلو ليش لانه عبارة عن فريلي فلترد نوت ري ابزورد نوت سيكريتين يعني المادة هاي بتتفلتر المواد هاي بيصير لها فلتريشن ما بيصير لعادة امتصاص وما في اي مواد بتيجي من برا وبتضي وبتنضاف عليها من الدم تمام اه ال جي اف ار ريجوليشن هون بيحكي لكم انه ال جي اف ار اذا زاد او نقص بيصير الو ريجوليشن زي ما بتعرف عملية الهوميستيسة اذا اخدتوه اذا صار في عندي اشي زاد فلازم يكون في عندي من الجسم اه ميكانيزم معينة تعيد هذا الاشي للوضع الطبيعي في عندي تري ميكانيزم اول واحدة رينال اوتو ريجوليشن الثاني نيورال ريجوليشن هرمونال ريجوليشن وهون يا جماعة الخير لازم يتركزوه حتى ما تتخربطو اه في الشغلات اللي بصير كل هذول الميكانيزمز بعملو ادجستنج او يعني اذا صار في عندي خربطة في الرينا البلد براشر بعملو الو ريجوليشن او اه في الريسالتينج بلد فلو فمثلا اذا احنا عارفين انه الجي اف ار بيتأثر في البلد براشر يمكن حكيتلكم هاي المعلومة انه اذا زاد عندي الجي اف ار بيزيد بذقل بقل بقل الجي اف ار في معلومات احكيلكم اياها هاي نفس المعلومات انه نيورال اند هرمونال ما في الهداعي نبنش في اول واحدة اللي هي الرينال اوتو ريجوليشن اوف جي اف ار اند رينال بلد فلو في عندي ثلاث شغلات دع حطهم بعين الاعتبار ايش اسمه مايوجينيك ميكانيزمز وايش اسمه الماكلة دينسا فيدباك هاي اذا متذكرين الخلايا اللي حكينا عنها او بين قسين التيوبيولو غلوميريولر فيدباك بيحكو لها وفي عندي الانجو تنسين تو هسا بنحكي ايش وظيفته وهذا بيحكي لكم يعني هو اكثر ايش الانجو تنسين للجي اف ار مش للرينال بلازما فلو هسا بنيجي عليهم واحدة واحدة بالنسبة له الرينال اوتو ريجوليشن طيب يا جماعة حكينا او وصلنا عند الرينال اوتو ريجوليشن تمام ايش اللي بيصير هذا الميكانيزم متعلق بالضغط تاع القلب او خلينا نحكي الرينال ار تري برشور في رسمة رسمنا اياها دكتور هسا بقريكم اياها وحكينا انها كيف تعلق البرشور مع الجي اف ار الي بدي اياكم تعرفوا انه انا مثلا بيكون عندي الرينال ارتري برشور مثلا بيكون عندي بالوضع الطبيعي مثلا خلينا نحكي هيك يكون الجي اف ار مساوي له نزل الرينال ارتري برشور لأي عامل او اي مرض او اي سبب من الاسواب بتلاقي انه ال Aaron نزل تمام نزل عندي لثمانين وال Z yüz ما owes هون نزل فأنا اللي بده يسير انه ال pods ب raspberry لهو كان عليه وبنفس الائية لما تلاقي run al parcher ارتفع ارتفع هون وهنا برضو girafar ارتفع فأنا لازم عندي لاقي طريقة�� green f r ينزل لا الوضع الطبيعي اللي كان عليه ونفس الاشي متعلق بالرينال بلد فلو يعني اللي بديكم تعرفوا ان الرينال ارتري بيأثر على ال جي اف ار وبيأثر على الار بي اف او رينال بلد فلو زي ما انت شايفين لازم يرجع عنده الوضع الطبيعي وهنا تقريبا نفس المعلومات اللي احنا حكناها بس بطريقة ثانية. اذا الرينال عنده عند الكبني بدها تحافظ على كونستنت رينال بلد فلو او جي اف ار عن طريق تو ميكانيزم او ثري ميكانيزم اللي هما الميوجينيك بيكانيزم هاي بتصير متى? لابيصير في عندي ستريتشينج لا اه يأثر يعني ستريتشينج تريجرز يعني بيحفز او بيعمل لا يصير في عندي كونتراكشن في اللي بتكون موجودة في الافرانت ارتريول. هذا بيعمل عندي بيقلل ال جي اف ار اسا بدي اوريكم صورة لحتى تفهموا كل هذا الكلام. اذا وفي عندي الشغلة الثانية الخلايا اللي حكينا عنها تعمل فيدباك بروح وين عالجلوميريولوس تعمل انهيبشن للريليز للفيزو دايليتر اللي بنحكي عنه كمان شوي بيأثر عندي او بيأثر عندي على افرانت ارتريول بيصير لها كونستريكشن وبالتالي بقل عندي الجي اف ار يعني انا عندي فيتو ميكانيزم بيصير فيه الهم رديوسينج او ديكريزنج للجي اف ار مفقوض انه فيه ميكانيزم ثلاثة نحكيها بعدين نروح على الصورة اوكا شكلها مش موجودة او هي تو ميكانيزم بالاصل طيب انا بدي اوريكم الصورة بس ثواني اه هاي صورة خلينا نحكي انه الجي اف ار في الدمكب بيكون احنا بدنا يضل بالوضع الطبيعي هيك خط مستقيم ما يتأثر لا ينزل ولا يقل فانا بحكيلي انه انا الضغط عندي بالوضع الطبيعي الى حتى يكون عندي الجي اف ار طبيعي بيكون مثلا عندي من سبعين لمية وثمانين هذا الرينج اللي انا بدي اعبه لبلات برشر تمام من سبعين لمية وثمانين فاذا ارتفع عندي الضغط البلات برشر عن مية وثمانين بيرتفي عندي الجي اف ار واذا نزل عن السبعين بنزل عن الجي اف ار فهنا كان يحكي لنا الدكتور شغلة انه الفضيلة تقع بين الرذيلتين يعني يكون في عندي هون اشي مش منيح وهون اشي مش منيح فانا بدي اياه او بدي الجي اف ار اضل في المنطقة هاي فاذا طلع عندي لبلات برشر لازم اراجع للوضع الطبيعي واذا نزل بدي اراجع للوضع الطبيعي في معلومات هون يمكن ساعدكم بالفهم خليني اشوف لكم اياها تمام انا هاي عندي هسا هاي الرسمة راح نرسمها هناك ونشرح عليها لحتى نشرح او نحكي شغلة الافرانت والافرانت والكونستريكشن والديليشن كيف بيصير عندي وكيف بيأثر عندي على البلد برشر وعال جي اف ار خلينا نرجع على سلايده ها كان اول واحد اللي اسمها مايوجينيك ميكانيزم هاي بتقلل عندي الجي اف ار يعني اذا ارتفع عندي الضغط اللي خلينا نحكي البلد برشر اذا ارتفع زي ما انتم شايفين عندي الضغط ارتفع ارتيريال برشر معناته راح يزيد عندي الجي اف ار وبالتالي انا بدي ادور عن ميكانيزم تقلل هذا الاشي فبصير في عندي ستريتشن للبلد بيسلز لانو الضغط ارتفع بالتالي نفس الفيسلز او نفس البلد بيصير لها ستريتشن بيصير تتوسع فايش بيصير عندي بيصير عندي انو السل كالسيوم انتري زيادته تصير اكثر بيفوت عندي وبصير عندي جو الخلايا اكثر انترسل بيحكيله نحكيله فبصير في عندي وهذا الاشي بيعمل انهيبشا للبلد فلو والجي اف ار يعني هذا الخط اللي منقط بيكون انهيبشا تمام لما يكون في عندي فاسكولر ريزيستنس اللي انا بدي اياها يعني هاي الاستجابة اللي بتصير بتسوي عندي فاسكولر ريزيستنس وبالتالي بيقل عندي البلد فلو بيقل عندي الجي اف ار طبعا فيه شغل انو مايوجينيك بدياكم بس تفكروا في مايوجينيك تفكروا في موسلز الموسلز فيه لها كالسيوم الكالسيوم مفيد للموسلز بنستخدمه زي ما انتو شايفين هون خلينا نشوف الدكتور شو حاكي انو الارتيريال بروشر ايش بيعمل ستريتشن للبلد فيسلز والزي ما حكينا وهذا الاشي بيزيد البرميابيليتي تاعة السموث موسلز مايوجينيك تذكروا لسموث موسلز لا يعني بيزيد النفذية لدخول الكالسيوم وبالتالي بيزيد اندي الانتراسيليولر كالسيوم بيكون يعني بيفوت بكميات اكبر وهذا الاشي بيعمل كونتراكشن يعني انا كلما كان في اندي كالسيوم انا الكالسيوم رح تاخذوا لقدام في مادة الموسلز انه المسكولوسكاليتا اللي ربي بس تأخذوا انه الكالسيوم كيف بعمل كنتراكشن في المسل بتأخذوا العلية هاي كاملة فكلما كان عندي كالسيوم اكثر او سي اي زائد اثنين اكثر اللي بيصير في عندي كنتراكشن في البلود فيسلز لانه حكيانا البلود فيسلز بتتكون عندي من السموث مسلز الوال تاعهم او الحائطة او جدارهم بيكون بتكون عندي من السموث مسلز وهاي بصير لها كنتراكشن لما يصير في الها كنتراكشن معناته راح يقل عندي راح يعاكس يعني انا بعاكس عملية اللي صارت تمام وهذا لما يصير في عندي فاسكولار رزيستنس ايش بيصير بقل لما يصير في عندي رزيستنس بقل الفلو وبيرجع للوضع الطبيعي وبالتالي الجي اف ار برجع للوضع الطبيعي خلينا نشوف اذا صار حالة مش انه الارتيريال بروشر زاد خلينا نشوف اذا قل البروشر اذا قل البروشر راح يصير عكس الاشي اللي صار فبتلاقي انه بقل وبتلاقي انه بقل وبالتالي وبالتالي راح يتقل لدخول الكالسيوم وبالتالي راح يتقل هناك زادت فلما تزيد الريزيستنس بيصير فيه بقل ولما البلدفلو لما احكي عن جريان الدم فلما يكون فيه رزيستنس جريان بقل ولما ما يكون فيه رزيستنس او يقل الريزيستنس بتلاقي ايش انه الجريان بزيد ويعني هون ايش صار في عندي فيجو دايليشن فيجو دايليشن يعني ايش توسع للوعاء الدموي وهنا برضو نفس الاشي بحكي لك انه البلدفلو برجع للوضع الطبيعي بيزيد وبيرجع لجي اف ار طبيعي الميكانيزم الثاني اللي هي تيوبير غلوميريولر ميكانيزم في لها اسم ثاني او فيه خلايا ثانية اللي بتدخل فيها اللي هي تاكستا غلوميريولر اابريتوس وهاي بتكون موجودة في الماكلة دنسا طمعا جمعات الخير ما تأخذوا بعين الاتبار الالفاظي يمكن انا بحكيها غلط تمام على جميع الاحوال بتكونوا عارفين انه في عندي خلايا هاي الخلايا بتكون عليها ريسيبترز الان اي سي ال وهسا بنحكي شو وظيفة كل واحدة منهم هاي الشواء هون بسير عندي هاي وهاي الخلايا بتكون موجودة هون في المنطقة هاي تمام شوف الخلايا هاي ايش بتسوي طبعا احنا حكينا وظيفتها قبل هيك اذا الجي افقار عندي قل راح يقل عندي وصول الان اي سي ال تمام والان اي سي ال عبارة عن يعني احنا عارفين انه ملح تمام فشو اللي بصير بزيد عندي الري ابزوربشن او الخلايا هاي بتعمل عندي اعادة امتصاص للسوديوم او للملح هاي اللي احنا حكينا عن اي سي ال وبالتالي الاثرنت ارتريولار بزيد وبقلل عندي الخط المتقطع دائما اعرفوا انه ايش هو انهيبشن فبحكيلكم هون انه ال جي افقار اذا قل بقلل عندي كمية السوديوم اللي بتوصل للخلية الى الخلايا اللي حكينا عنها الماكلة دنسا تمام اذا قلت نسبة الان اي سي ال ال الواصلة للخلايا هاي ايش بصير بقلل عندي ال افرنت ارتريول ارتريول وهون بيؤدي الى زيادة لبعض المواد زي ال او وهذا الاشي اذا صار في الو زيادة او صار الو او انا لقيت ايش بسو عندي بيعمل عندي يعني بتوسع الوعاء الدموي او ال افرنت بصير له افرنت وبالتالي لما يتوسع ما في ريزيستنس الريزيستنس بتقل فبتلاقي انه جريان الدم بيزيد والجي افار بيرجع للوضع الطبيعي يعني انا ال جي افار عندي نزل انا هون رفعته عن طريق ايش اني اعمل عملت ري ابزوربشن ال الان اي سي ال وبالتالي لما اعمل ري ابزوربشن الان اي سي ال بتلاقي اندي مواد بتنفرز زي نيتريك اوكسايد وهي نيتريك اوكسايد ايش بتسوي تعمل فيزو دايليشن الافرنت وبالتالي بيزيد لبلودفلو ولما يزيد لبلودفلو وبرجع الجي افار للوضع الطبيعي هاي بنحكي لها الما كله دي انسى فيدباك واس دوريكم شغلي انه دائما الـ Blood Flow و الـ GFR مرتبطين في بعض تمام يعني اذا الـ Rinal R Three Pressure نزل بتلاقي الـ GFR نزل بتلاقي الـ Rinal Blood Flow نزل برضه تمام عشان هيك احنا بنربط دائما الـ GFR مع الـ Blood Pressure مع اللي هو الـ Blood Flow آآآ طيب بس في شغلة كنت بدي اوريكم اياها على الصورة انو انا عندي هون الخلايا اللي بحكي لكم عنها في اشي بيكون وفي اشي تمام فالن اي سي ال لما يوصل او سيلو ري ابزوربشن ري ابزوربشن يعني بيرجع على الدم او ما بسيلو ري ابزوربشن بيكون في الخلايا تستقبل الخلايا هاي اللي هكينا عنها ففي اشي بيستقبل لبروكسيمال وفي اشي الى اشي اللي احنا حكناه هون انه كان الان اي سي ال واصل لمنطقة ديستل تمام فبيحكي لكم الى الجي اف ار قل فوصول الان اي سي ال لمنطقة ديستل راح يقل وهو انا برضو معناها ايش انه ما في عندي مدام فيش اي اي سي ال واصل اصلا للديستل مش واصل للخلايا معناته ايش من الخلايا الري ابزوربشن للان اي سي ال من الخلايا قل وبالتالي الافرانت ارتريولا ريزستنس بقل ولما يقل الافرانت ارتريولا ريزستنس ايش بيصير حكينا بقل الافرانت فيك باريولا فا بذيب والاعدار يلوج الى الع blir والاعدار من الخلايا وانه ما ليجي بنفسهم عن الان اي سي ال via او نفسها تقريبا. يعني انا بيتحكي لكم لما يكون في عندي quartz قليل بيكون عندي في الاستل الرسم، في Device يبقل عندي واصل اللي هي campo تحكي لكمخيره اللي حكينا افوق انه كيف ال جي اف ار برتفع وهنا كيف ال بلد فلو او بسبب اه لما ينقل ال جي اف ار بيرتفع لانه ال بلد فلو بزيد طيب اه خلينا نشوف اذا مثلا اه هاي تقريبا نفس المعلومة اللي حكينا عها تمام ليش? لانه في عندي حكينا والنيتريك اوكسايد بيعمل لما يعمل معاته ما فيه ريزستنس ولما ما يكون فيه ريزستنس عندي ال جي اف ار راح يزيد راح يزيد ال بلد فلو. طريقة انه ال بلد فلو بزيد. اه. طبعا انا فصلت بدي اتأكد كنت من الجملة هاي في الغالب انها غلط هي لازم بدل تكون تكون في الغالب. في الغالب يعني لانه احنا حكينا لما يشير فيه ريزستنس بقل والبلود فلو بزيد فبالتالي بزيد الجي اف ار. وفيه هون برضه يعني عارفش اذا حكي الدكتور هيك. اذا دكتور حكيلكم اياها وسانا على الاغلب يعني. او حسب الشرح اللي احنا شرحناه هسا انه هاي لما الافرنت ارتريول ريزستنس بقل اه. ال جي اف ار راح يزيد. تمام? وبرجع على الوضع الطبيعي. فهذا الاشي اللي انا بيدي اياه. فشوفوا هون حتى لما ال جي اف ار. خلينا نحكي هنا زاد ال جي اف ار. فانا بدي اقل للوضع الطبيعي. لما يزيد الجي اف ار يكون مرتفع. معناته انه البروكسيمال بمنطقة اللي هي البروكسيمال. الري ابزوبشن بيكون فيها اقل من من منطقته. تمام? ما بيكون واصل عندي ان اي سي ال. لما كلا دينسه بالشكل الطبيعي. وهذا يعني انه راح يكون في عندي زيادة في ال افرونت ارتريول. لما يكون عندي في زيادة في الريزستنس معناته البلد فلو راح يقل. وبالتالي راح يكون في عندي الجي اف ار قل ويرجع للوضع الطبيعي. فانا عندي هون بدي احاول لخصلكم اياهم هيك. انه انا عند الجي اف ار بيكون وضع طبيعي. اذا ارتفع الجي اف ار بدي انزله. تمام? بدي ارجع للوضع الطبيعي. فهبدي الاقي طريقة او ميكانزم معينة اتقل. اتقلل هذا الجي اف ار. فايش اللي بصير? انه ال اي سي ال بيكون اقل. تمام? وهذا يعني ايش? انه ال افرونت ارتريولر ريزستنس راح يكون ايش زاد. خلينا نكتب هيك بالاختصارات تلك. افرونت ارتريولر ريزستنس بزيد. وبالتالي لما يزيد حكينا فيه شغل عن النيتريك اوكسايد النيتريك اوكسايد هو بيعمل وهذا بيكون موجود متى لما يكون في عندي لما يقل عندي الأفرنت ارتيريول الريزيستنس اما اذا كان عندي زايد الأفرنت ارتيريول الريزيستنس ما بتلاقي عندي نايتريك اوكسايد وهذا يعني ايش صار في عندي وبالتالي البلد فلو هيا نكتبها بالاختصارات البلد فلو بقل وبالتالي ال جي اف آر راح يرجع اقل رجع للوضع الطبيعي صار نورمل اما اذا قل عندي ال جي اف آر بتلاقي عندي الأفرنت ارتيريول الريزيستنس قل بتلاقي عندي مواد فرزت زي النيتريك اوكسايد بتعمل هاي فيسو دايليشن ولما تعمل فيسو دايليشن يعني توسع عندي الوعاء الدموي وبالتالي البلد فلو جريان الدم بزيد ولما يزيد برجع يرتفع عندي الجي اف آر ان شاء الله انه تكون هيك الامور واضحة طيب يا جماعة الخير بشيء شغلة بدي اوضح لكم مياه هون بخصوص الضغط او بدي ازيده او بدي اقلله انا عندي الافرنت وفي عندي الافرنت فيه بين هون الاجلوميريولار كابلري وظلني اخربط في هكي اه اذا بدي ازيد الضغط ايش بسوي بشتغل يائمة على شغلتين يائمة على الافرنت ويائمة بشتغل على الافرنت تمام هاي الافرنت هون وهي الافرنت فانا بالوضع الطبيعي انه الضغط مثلا نزل فانا بدي ازيده لما الضغط ينزل حجم الدم بقل وبقل الضغط اللي بكون واصل هون ليش بكون صار في عندي نروينغ هون اذا وسعت الافرنت زي ما انتم شايفين هون اذا حطيت مواد على المنطقة هاي او على الافرنت عملت على توسيع الافرنت حجم الدم اللي بيوصل بزيد وبالتالي بزيد الضغط فتخيلوا زي كأنه وعاء وعاء بكبر والدم اللي بيوصل بصير اكبر تمام والافرنت نفس الاشي زي ما انتم شايفين اذا عملته تضييق اذا هون ضيقته صار اشي هون اصغر فبصير حجم الدم اللي بدي اطلع اقل فبالتالي الضغط بزيد هاي يعني لحتى انتم تكونوا عارفين حسب سنحكي عن الرنن الانجوتنسن سيستم ببين معكم الاشياء فبيحكي لكم هون هو في الوطع الطبيعي الافرنت بيكون ضيق عشان هيك يعني بكون اضيق من الافرنت عشان هيك البرشر بيكون عالي الكابيلري هون معلومة ثانية بيحكي لكم انه مش شرط ان الكابيلري هي تعمل فلتريشن بس هي الموجودة بتكون في الكدني هي اللي بتعمل فلتريشن لانه ما في الها داعي بحكي لك اذا صار في الها فلتريشن في المنطقة هذيك الكابيلري بيصير الالفيولاي يعني بيصير في عندي مرض معين بالمونري اديم بيصير في عندي بيصير في عندي بيصير في عندي بيصير شكل الالفيولاي زي الاسفنج المنقوعة بالمي اه طيب خلينا نشوف هنا مثال بيحكي لك اذا شخص معين تضغط البروشر خلينا نحكي بالانجليز احسن البروشر تاعه قل الجي اف ار تاعه بدي يقل بالتالي عملية الفلتريشن اله راح يتقل كمية الفلويد اللي بتوصل للنفرون بيصير لها فلتريشن غيره بتقل وبالتالي المعلومة اللي حكينا عنها الريتش الفلويد اللي بتوصل ديستال تيبيول بتقل في عندي الخلايا هون بتيجي تشتغل بتحس بتعمل ايش المواد اللي موجودة جوا فبتلاقي انه في عندي في اللي حكينا عنه بعدها بتعمل ايش متسوي ايش متسوي تفرز عندي الرينين ويبلش عندي الرينين اسم نحكي عنه فاذا هون البروشر عندي قل الجي اف ار قل بديزيد عندي افراز الرينين بديزيد عندي او بطلع عندي بالاخر الانجو تنسين تو بدأ ارجعلكم على الصورة لحتى تشوفوا او نمشي بالتالسلسل معين نورحنا طيب تمام هاي الجي اف ار عندي قل زي ما انتوا شافين الخلايا عندي شافت انه في عندي نقص في الان اي سي ال فهذا الاشي ادى الى افراز الرينين طبعا الرينين هي مادة او انزايم يفرز في الكدني من خلايا الافرند تمام ومن وين يفرز يفرز هو عبارة عن انزايم يفرز بالكدني من خلايا الافرند لما يكون في عندي نقصان في الجي اف ار اش بسوي الرينين بدي طلع عندي المركب هذا اللي هو الانجو تنسين تو هسا بنحكي الانجو تنسين تو بس خلينا نرجع عال الاشي اللي هون زي ما انتوا شايفين هون الكدني بتفرز انزايم اسم رينين مشبه لكم مشبه لنا ايا الدكتور هو في المقص فاسه بحكي لكم اش بيشتغل بنفس الوقت الليفر بيفرز اشي في الدم اسمه انجو تنسينو جن تمام الانجو تنسينو جن زي ما انتوا شايفين هون انجو من كلمة وعاء وتنسين او انجو تنسين من كلمة ضغط ونوجن من مولد تمام فهذا الاشي بدي يولدي عندي ضغط تمام عبارة عن من 14 امينو اسد ايش اللي بيصير عندي هسه انفرز هذا المكون عندي الانجو تنسينو جن دي يجي ينفرز عندي في الكدني طبعا هذا كله بيصير لما الجي افاري قل فبيجي عندي الكدني بيفرز عندي الرينين اللي هو المقص ايش بيسوي بروح على الانجو تنسينو جن بيخلي الانجو تنسينو جن عبارة عن مركب اسمه انجو تنسين ون بقص منه من ال 14 امينو اسد بقص 4 فبيضل عندي 10 امينو اسد فالانجو تنسين ون بتكون عندي من 10 امينو اسد الانجو تنسين ون بيكون بعده ماشى في الدم بروح على اللنغ في اللنغ بيكون فيه انزيمات بتعمله برضه كمان بتقص منه بتخليه 8 امينو اسد لحد ما يصير عندي أنجوتينسين 2 وأنا هذا اللي أنا بدي إياه أنا بدور على أنجوتينسين 2 كل هاي العمالية لحتى أحصل عليه فأنا خلينا نرجع عشان نمشي في التسلسل هاي أفرزة الرينين ارتفع عندي بس نزل GFR ارتفع عندي أفرز الكدني وحكينا أنه الليفر بتفرز الأنجوتينسين وجن الأنجوتينسين وجن صار الرينين بيجي عليه بيحوله بيقصه اللي هو عبارة عن المقص بتحول عندي أو طلع عندي المركب الأنجوتينسين 2 هسه ايش بصير عندي؟ خلينا نرجع هون طبعا هون بلخص لكم انه هو عبارة عن لبتايد بتكون من ثمانية أمينو أسد بيفوت الخلايا بطريقة عادية او ما بقدر يفوت الخلايا لانه هو عبارة عن لبد بيكون فيه إلو ريسبترز موجودين على سطح الخلية مجرد ما يرتبط في الريسبتر بيصير في عندي كونستريكشن او بيصير في عندي انقباض او بيصير في عندي نروينج وبالتالي البرشر بزيد وبيرتفع عندي البرشر فهينا نشوف ايش اللي بصير طبعا في معلومة كتير مهمة ان الانجو تنسين تو بس بيشتغل على الافرنت ما بيشتغل على الافرنت تمام؟ بيشتغل وين؟ عفوا الانجو تنسين تو ما بيشتغل على الافرنت بيشتغل على الافرنت تمام؟ فمنطقيا منطقيا انه راح يشتغل على الافرنت راح يعمل فيها كونستريكشن وبالتالي الضغط بزيد فهو موجود الريسيبترز تبعونه موجودين على الإفرنت مش على الإفرنت فبحكلكم هون زي سامري أو ريفيدن إنه إذا في مثال مثلا واحد تعرض لبليدينج نسف معين ونزل منه دم كثير وبس نزل الدم الضغط تعقل الكدني هون بتشتغل بتحس إنه صار في عندي هذا النظام يستسس في الجسم بدي يعوض عند النقص بدي يعوض عند انخفاض الضغط فبيجي يا عم شو بيحكي للكدني نزليلي المقص تاعك بتكون اللنك بنزل الأنجوتنسينوجين بيجي المقص بروح على الأنجوتنسينوجين بقصه بيضبطه بيطلع لي يا أنجوتنسين تو الأنجوتنسين تو بروح على الإفرنت ليش لأنه الريسيبترز تبعونه موجودين على الإفرنت مش على الأفرنت تمام بعمل فيه كونستريكشن لما يعمل فيه كونستريكشن الضغط هناك بيزيد في الجلوميرولر كابيلري وبالتالي الجي أف آر بتزيد وبيرجع للوضع الطبيعي طبعا إحنا كريهة بريتيشن بنركز على يعني بنأخذ أدوية ومكون المكونات اللي يعني اللي بتزيد أو بتأثر على الأفرنت والإفرنت يعني بنركز على هاي الشغل زي الأنجوتنسينوجين طيب هون ضل إيشي ما حكيته هاي الشغلات يعني إذا بتقرؤوها يكون كثير منيح يعني مروا عليها مرور الكرام هس خلينا نرجع لسلايد هذيك هنا تقريبا يعني شبه شرحنا الإشي اللي بدي يزيل طيب الجي أف آر عندي نزل الرينين ارتفع الأنجوتنسين تو وصلته بيشتغل الأنجوتنسين تو بيشتغل على الإفرنت بيعمل له كونستريكشن تمام زاد عندي الإفرنت أرتريولر رزيستنس وبالتالي البلد بيرتفع والجي أف آر برجع للوضع الطبيعي طيب خلينا نشوف هون شو كاتب لكم الدكتور إنه عبارة عن السيستماتيك فيزو كونستريكتور which will increase the pressure in all through the circulation هون من ستين لثمانين نورم الأرثيري زي إذا متذكرين المعلومة اللي حكتلكم لي ها الفضيلة تقع بين الرذيلتين أنا ما بدي يطلع عن الميوثمانين ولا بدي ينزل عن الستين أنا بدي يضل بالرينج هذولا بناتهم فإذا طلع ونزل بدي أراجع للوضع الطبيعي فأنا عندي هاسا عرفت شو وظيفة الانجو تنسين تو هاي تقريبا صور يعني بتلخص لكم العملية هاي شو شو اللي بصير هون الارتيريولي براشر بقل لجلوميريولر هاي دروستاتيك براشر بقل بتمعناته إنه الجي أف آر بتقل لما يقل الجي أف آر وصول الان اي سي ألا لما كلا دنسا بقل هذا الإشي بيعمل عندي بخلل كدني تفرز عندي الرينين وتفرز عندي الانجو تنسين تو تمام بس تفرز عندي الانجو تنسين تو بتشتغل على الافرونت ارتيريولا أو الافرونت ارتيريول بالكتالي الريزيستانس بتزيد ولما تزيدي بيرتفع عندي الضغط وبيرتفع عندي الجي أف آر برجع طبيعي أو في زي ما انتم شايفين مسار ثاني اللي هو الافرنت أنا اشتغلت على الافرنت ارتيريولا رمكن قللته حكينا عن نايترق اوكسايد حكينا عن النيترق اوكسايد ايش بيسوي في البرشير انه عبارة عن فيزو دايليشن او فيزو دايليتر بعمل فيزو دايليشن بالأفرانت ولما يسير في عندي فيزو دايليشن الضغط بزيد وبرجع عندي الجي افر للوضع الطبيعي. خلينا نشوف هاي المعلومات فيه اشماحة كنا منها. وهنا في حال بحكي لك انه حالة بالعكس صارد. احنا كنا نحكي قبل شوي اذا الجي افر قل. فخلينا نشوف لما نحكي عن الجي افر لما يزيد. الجي افر زاد معناته الارتريولر براشر زاد او البراشر بشكل عام زاد في الكلوميريال الكابللري. هذا الاشي بيعمل او بيسوي نفس او عكس العملية اللي حكيناها قبل شوي انه بصول الان اي سي ال بزيد في الماكلة دنسا. واحنا حكينا انه في عليهم ريسبترز في هاي ريسبترز بتستقبل هسا عندي النايترك اوكسايد. بس مدام عندي زاد الان اي سي ال ببطل عندي يوصل عندي نايترك اوكسايد. هنا حكينا انه هو عبارة عن اشي مثبت لبصول النايترك اوكسايد. وبالتالي ما في عندي نايترك اوكسايد يعني ما في عندي فيزو دايليتر ما في عندي مادة بتعمل توسع للأفيرنت. وبالتالي بقل بصير في عندي فيزو كونستريكشن وبالتالي بقل الضغط بيرجع للوضع الطبيعي. هاي الصورة يعني تقريبا يمكن حكينا مثال عليها. يعني هاي بتوضح لكم نفس هو نفس الحكم نفس الكلام بس موضح بصورة او طريقة ثانية. انه اذا صار في عندي اي اشي عمل او خرب الهوميوستيسس بيزيد عندي زاد عندي نتاج عنه زيادة في الجي اف ار. في عندي ريسيبتر في اللي هم الماكلة دينسة سيلز او الجاكستاغلوميريولر سيلز الخلايا المجاورة. انكريزد ديليفيري اوف ان اي ان سي ال اند ووتر. هو عبارة عن امبوت بروحه على الكنترول سينتر اللي هو بروح يشتغير على الجاكستاغلوميريولر ابيريتاس. بطلع عندي اللي هو بالقاعدة هو بطلع الايترق اوكسايد فلما الاوتبوت انا بدي يقل هذا لايترق اوكسايد. لما يقل النايترق اوكسايد اللي هي المعلومة اللي حكيناها هون بصير في عندي فيزو كونستريكشن وبالتالي الضغط بقل وبيرجع للوضع الطبيعي. اه. تمام هون تقريبا نفس الكلام هاي الميكانيزم الثاني حكينا عن ال 애وتو ريجوليشن سيستم. هسا نيجي نحكي عن Neural Regulation سوف أوقف شوي بعد ذلكم طيب يا جماعة هسا وصلنا عند أو خلصنا الميكانزم الأولى هسا نحكي عن الميكانزم الباقيات عندي ال Regulation للGFR في عندي ثنتين الأولى اسمها Neural Regulation والثاني اسمها Hermonal Regulation Neural من اسمها راح يكون فيه تدخل لل Nervous System والHermonal راح يكون فيه تدخل من الهرمونات اللي بتنزل عندي أو اللي بيفرزها الجسم نبلش في ال Neural بيحكولكم هون طبعا إحنا إذا متذكرين يمكن حكينا في الجهاز ال GI يعني شغلات Sympathetic والPara Sympathetic حكينا كنا نحكي عن إشي Decrease وإشي بيعمل Increase وإشي بعمل Stimulation وإشي بعمل Inhibition فهون الإشي اللي بيدخل من Autonomic Nervous System اللي هو Sympathetic Fibers تمام؟ هذولا إشي بيفرج عندي Neural Transmitter أو ناقل عصبي اسمه Norepinephrine النorepinephrine هذة بس يجي يشتغل على Arterials أو لما يجي يشتغل بيعمل فيهم Vasoconstriction فبيحكي لكم هون إنه فيه إلو Two Stimulation فيه إلو Moderate Stimulation أو Sympathetic بيعمل Moderate Stimulation وبيعمل Greater Stimulation الثنتين بيصير فيهم Constriction بس واحد بيكون أكثر من الثاني تمام؟ في المدرة Stimulation بيحكي لك إنه في البوث بيشتغل بيكون في عندي الفايبرز هاي واصلة عندي الأرتريولز الأفرنت والإفرنت ولما يشير فيه Stimulation فبتلاقي إنه بنفرز النوري بنفرن وبيصير في عندي construction بنفس الدرجة تمام؟ والجي أفقار بقل بس يعني هذا بيحكي له مدرت فالنسبة يمكن تكون قليلة تعالى Greater Stimulation بتشوفوا إنه بيشتغل بشكل أشاسي أو Stimulation أو الإفراز بيصير للنوري بنفرن في الأفرنت أرتريول تمام؟ في الأفرنت أنا قاعد بحكيه لما يصير في عندي construction في الأفرنت هذا معناته إنه الـ GFR راح يقل تمام؟ فيه طيب أنا وقفت التسجيل ورجعت عدته كنت بدي علق على شغلي هون إنه زي ما حكينا إنه بيعمل في الأفرنت والإفرنت تمام؟ بس يجي يشتغل على ويعمل الوضع اللي أنا بعرفه إنه هو راح يعمل vasoconstriction فبالتالي الـ Blood Vessels راح يقل نصف القطر تاعه لما يقل عندي كمية الدم اللي بتوصل بتقل وبالتالي الضغط بقل فهو هنا أتوقع برضو إنه كمان الدكتور مخربط معكم أو ما بعرف شو المشكلة يمكن زمليتكم هيبة مخربطة بس مننبه ومتأكد منها فهاي بتكون Decrease the Blood Pressure أنا إن شاء الله هتأكد منها يعني كمان مرة وبخليها تنبهكم عليها إذا كان الموضوع صح اللهم صعى سيدنا محمد فزي ما حكينا هون إنه في السمبثتك بقل الـ GFR لأنه بيشتغل اللي بيعمل خاص نص لما يكون فيه بيشتغلها للأرتريول نيج على الهرمون الـ Regulation يعني تقريبا الكلام اللي هون هيكون معاد الهرمون الـ Regulation لما حكينا عن الـ Angiotensin 2 لما حكينا عن الرينين ففي عندي الـ Angiotensin 2 بيقلل الـ GFR إذا ارتفع طبعا هذا ما إلو علاقة بالإشي اللي كنا نحكيه قبل شوي اللي هو الـ Angiotensin Renine System إنه اللهم صعى سيدنا محمد الـ Angiotensin 2 بقلل الـ GFR تمام؟ أما إذا أفرنت لحاله برضو الـ GFR رح يقل فبتكن تتبعوا أو تعرفوا أي شي اللي بيصير له GFR يعني هون بيصير عندي ع جميع الجهات إذا صار في عندي في فيزا كونستركشن في الأفرنت والإفرنت مع بعض أو الأفرنت الحال إذا صار في عندي فيزا كونستركشن بالإفرنت الضغط رح يرتفع تمام؟ فزي ما أنتم شايفين هاي هذا الهرمون بيزيد الـ GFR لأنه بيعمل ستريتشنج للآتريا لما يعمل ستريتشنج للآتريا بيسبب أو بيزيد المساعد سطح الكابللري وبالتالي الـ Filtration رح يزيد وبالتالي الـ GFR رح يزيد وبحكي لكم إنه هاي المادة الـ ANP بتنفرز من الـ Right Atrium وهنا بيحكي لكم إنه ليش إحنا منمتلك أنجو تنسين تو إذا قل الضغط بيصير في عندي الـ Vessels بيصير لهم Constriction ولما يصير في عندي Constriction بالـ Vessels Blood pressure بيزيد وبالتالي الـ GFR بيزيد وعشان هيك أنا بدي إياه يكون بالوضع الطبيعي فبرجع بنزله لما أعمل Constriction للأفرنت والإفرنت يعني هون تقريبا حالة ثانية لما يرتفع عندي الـ GFR الـ ANG تنسين تو بيشتغل على الأفرنت وبيشتغل على الأفرنت مع بعض بيعمل لهم Constriction أو بيعمل على الأفرنت لحاله بيعمل له Constriction وهاي الـ AMP بتزيد الـ GFR عن طريق إنها تعمل relaxation أو stretching للأتريا أو المنينجيال سيلز وبالتالي بتزيد surface area وبالتالي بيزيد الفلتريشن ولما يزيد الفلتريشن الـ GFR برجع بيزيد هنا في سامريل المواد أولا للشغلات اللي قاعدة بتعمل بتأثر على الـ GFR وعلى الرين البلد فلو في عندي شغلات بتزيد وشغلات بتقل وفي عندي نوت شينج أنا هاي مش مقتنع فيها صراحة لانا نجي تنسي انتو إلى تأثير على الـ GFR وعلى الرين البلد فلو سيستخدم بطريق سيستخدم في بطريق يستخدم ليس تأكد من اللفظ بالضبط بس هي الإشي بقلل عندي من الـ GFR وبيقلل من الـ Reinal Blood Flow وفي عندي نايترناك أوكسايد اللي حكيانا هوا عبارة عن فايزو دايلييشن أو فايزو دايليتر أنا مطلني إخار ربط أو أصبري هو عبارة عن فايزو دايليتر بيعمل فايزو دايليشن لـ Blue cells وبالتالي بيرفع عند الجي اف ار و بيرفع عند الريين البلد فلو. اي اشي بيتوسع معناته الجريان الدم رح يزيد وبالتالي الجي اف ار رح يزيد. لانه الضغط بزيد. في عندي هون الاندوثيلين هو عبارة عن فيزو كونستريكتر عكس النايترك اوكسايد بعمل عكس عمله. في عندي البروستا جلاندينز هاي احنا منشتغلها في التأهيل بشكل كبير او حك كانت مذكورة يعني الدكتور حكينا هي في المحاضرة هون انه بعمل دايليشن للأفرنت ارتريول. زي ما هو زي ما انتم شايفين هون. اه فبالتالي لما يعمل دايليشن للأفرنت ارتريول. اه بيقل عندي الجي اف ار. او بزيد عندي عفوا الجي اف ار لانه عبارة عن فيزو دايليتر. اه برضو هاي الصورة في عبارة عن ملخص للأشياء لكل الأشياء اللي حكناها في حكنا في عندي رين في عندي مايوجينيك ويتذكروا كلمة مايوجينيك معناته رح يكون في عندي موسل سموث موسلز في اشي تدخل لأيونات الكالسيوم في الموضوع. اه في عندي لتيوبيولوغلوميريولر فيدباك اللي هو تاع الام. النايتريك اوكسايد والان اي سي ال وصولهم. في عندي النيورال ريجوليشن. اه النيورال ريجوليشن حكيانا ايش بسوي السيمبثاتيك لما يفرز عندي النور ابنفرين. وفي عندي الهرمون ريجوليشن الانجوتينسين تو والأي ام بي. كل واحد بيكون اللي شغل معين. طبعا انا الافكت والجي اف ار هون برضو انا كمان مش مش مقتنع بالكلام يعني حكي لكم هون انو الانجوتينسين تو بيقلل الجي اف ار. وفوق حكي لكم في الجدول انه اصلا ما بيأثر هون. ما بيأثر على الجي اف ار. واحنا حكينا انه احنا اصلا لما نيجي من نفرج الجي اف ار بننزيد. فكل يعني انتم ما تأخذوا في عن الاعتبار وما تتخربطوا. كل حالة اللي ها وضعها. اعرفوا الانجوتينسين تو ايش بيشتغل? هل هو بيعمل اه كونستريكشن للأفرنت والأفرنت وبالتالي بيقل لما يعمل عندي كونستريكشن زي ما حكينا هون على الافرنت والأفرنت وبقل عندي الجي اف ار او لما حكينا في الافرنت والأفرنت لما يقل عندي الجي اف ار وانا اشغل عندي الانجوتينسين تو يروح يعمل اه يرفع عندي لبلاتو بروشار لانه بيعمل على الافرنت او بيعمل عليه اه بيعمل له فيزو بيعمل له فيزو كونستريكشن عشان اللخ اصلكم الموضوع بالنسبة للانجوتينسين تو بدي ارسم لكم هون زي او اكتب لكم شغلة انه الانجوتينسين تو الو عدة شغلات او بيشتغل على عدة اماكن هاي اي اي ان جي تو تمام اذا اشتغل عندي على ال او خليني اخا طيب خليني ما بدأ اينها اذا اشتغل عندي على الافرنت هون على الافرنت هايك خليني نحكي افرنت زائد افرنت هيك اذا اشتغل عليهم مع بعض رح يعمل فيهم فيزو كونستريكشن تمام هاي فيزو كونستريكشن فلما يعمل فيزو كونستريكشن عندي بيقل عندي ال جي افار ايه جي افار اذا اشتغل عندي على الافرنت لحال افرنت لحال برضه رح يعمل عندي فيزو كونستريكشن هاي فيزو والجي افار رح يقل اما اذا اشتغل عندي على الافرنت لحاله اي الافرنت لانه حكينا اصلا هو مستقبلاته بتكون على الافرنت لما يجي بدي يعمل في الاتوريجوريشن سيستم بيعمل فيها فيزو كونستريكشن جي اف ار بزيد زي ما احنا وضحنا في هون انه عندي ال جي اف ار لما يقل بيجي بنفرد الكدني بتفرز عندي الرينين والرينين اللي هو المقص شبهنا لها المقص بروح على الانجو تنس انتوب بزيد افرازه بزيادة بيشتغل عليه بيطلق للمركب هذا المركب شو بروح يسوي بروح بيشتغل على بيشتغل على الافرنت بزيد الريزيستمس فيه وبالتالي البلوت برشر بزيد وبالتالي ال جي اف ار راح يقل راح يزيد عفوا لكن ان شاء الله بيكون خلصنا المحاضرة الثانية وان شاء الله انه يعني في اقرب وقت بنزل باقي شرح المحاضرات هاي المحاضرة شوي طويلة بس ان شاء الله انكم تفهموها فهم واذا كنتم يعني متضايقين من شغلة انه مثلا يمكن مدة الفيديو تكون كبيرة سرعوا الفيديو لواحد ونص ان شاء الله بتكونوا بتخلصوه بشكل اكبر وبتفهموا المادة هاي المادة عبارة عن فهم بتكون تفهموا الالية كل انزايم او كل اشي وين بيشتغل هل صار في عندي expansion هل صار في عندي narrowing هل صار في عندي dilation بيزا كونستريكشن حتى تقدروا تفهموا ايش التأثير على الجي اف ار بتكون تربطوا الجي اف ار بالضغط انه اذا زاد الضغط الجي اف ار بزيد اذا قل الضغط الجي اف ار بخل اذا اعطيكم الف عافية يا رب واي سؤال او استفسار ان شاء الله انه بكونوا بالخدمة وما تنسونا من صالح دعاكم السلام عليكم